اشتركوا في القناة اهلا بك المنازل ومنشآت المواطنين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشتركوا في القناة وكل تأكيد اصبح التغول الاحتلالي واضح لدى الجميع في البلدة القديمة في مدينة الخليل قبل عدة ايام قام الاحتلال بالاستلاء على بعض المنازل واليوم يقوم بالاستلاء على احواش ومناطق بالكامل في داخل البلدة القديمة في مدينة الخليل وكذلك هو مستمر في الحفليات في محيط الحرم الرحيم الشريف وكذلك مبنى الاستراحة الذي قام ببناء طابقين على هذا المبنى تمهيدا لإقامة حفلة صاخبة وكذلك مطعم وكذلك تهيئ الظروف المناسبة لاستحامات المستوطنين في محيط البلدة القديمة هناك مخطط لدى الاحتلال أصبح واضحا الاستلاء الكامل على البلدة القديمة في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف كل ذلك يأتي في الإطار الممنهج لجرائم الاحتلال في محيط البلدة القديمة خاصة أن في الأولى الأخيرة أن الاحتلال الإسرائيلي شرع في بناء النصب الكهربائي وهو يلوح في مسار سياحي في ساحات الحرم الإبراهيمي الشريف وكذلك ألعبت في الأثار الفلسطينية والإسلامية في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف الذي نخشى ما نخشى أن يروج بأمن هذه المعالم هي معالم صحيونية وتلمودية لدى العالم مع أن هذه الأماكن معروفة لدى كل العالم أنها تعود للحقبة الإسلامية المملكية في فلسطين وفي البلد القديمة بالتحديد نعم طيب إلى جانب ما ذكرتم من اعتداءات للاحتلال ومحاولات للسيطرة أيضا الاحتلال يمنع لجنة عادة عمار الخليل منذ أكثر من عشرين عام من ترميم حوش الشريف تحديدا الذي نتحدث عنه الذي تعرض في أكثر من مرة الاعتداءات من المستوطنين ومحاولات الاستلاء عليه في إطار تحويل البؤرة استيطانية البلد القديمة في مدينة الخليل تعيش في ظروف استثنائية وكذلك قطة ممنهجة منذ احتلال الإسرائيل السبعة وستين لهذه المدينة المنطقة مغلقة بالكامل لا يستطيع أحد الدخول فيها أو إليها إلا بالتفتيش الجسدي والتفتيش كذلك على الهوية حتى لو كان من ساكني المنطقة الظروف أو المار في هذه المنطقة والذي يعرف هذه المنطقة يتأكد تماما أن الاحتلال الإسرائيلي ليس المقصود بوضع البوابات الإلكترونية والحواجز العسكرية التي تزيد عن 120 حاجزا في هذه المنطقة ليس المقصود إطلاقا أمنيا بل المقصود حتما هو تهجير القاطنين والساكنين في هذه المنطقة لأن كافة التفتيلات المستوطنين المستوطن يستطيع أن يدخل في هذه المنطقة بسيارة الشخصية وكذلك تلاحه وهو يتمتع بكافة وسائل الراحة والأمان والقدمة بينما الفلسطيني لا يستطيع أن يدخل لهذه المنطقة إلا بالتفتيش الجسدي والتفتيش على الهوية ولا يستطيع أن يدخل أغراض الشخصية إلى منزله إلا بشقة الأنفذ وكذلك إلا بحملان أغراضه على أكتافه إذن التمييز واضح في البلد القديم في مدينة الخليل المخطط أصبح واضحا لدى نوايا الاحتلال الخبيثة الآن الاحتلال يعمل ليس في الخفاء بل هو عالنا الآن يعمل في هذه المنطقة لكل العالم أن هذه المنطقة أصبحت الآن جريمة بحق الساكنين والقاطنين في هذه المنطقة كل يوم جديد في هذه المنطقة حفريات جديدة استلاء جديد تخريب جديد تدمير جديد حواجز جديدة كل هذه القطة الممنهجة ضمن قطة استراتيجية لدى الاحتلال لتغيير الشكل الديمغرافي والمرفلوجي للشكل البلد القديم لتحويلها لمستوطنة كبيرة في قلب مدينة الخليل القلب التاريخي الحضاري الإنساني لهذه المدينة العريقة القديمة نعم إلى جانب هذه السياسة التي تحدثت عنها حضرتك يعني الاحتلال أيضا يستخدم وسائل الغش والخداع والتزوير للاستيلاء على أي عقار داخل المدينة وخاصة قرب الحرم الإبراهيمي الشريف مقابل إعطاء للمستوطنين أهمية توعية المواطنين بهذا الجانب لحمايتهم من السيطرة والاستيلاء على منازلهم لتمرير مشروع الاحتلال بالسيطرة الكاملة على المنطقة الاحتلال الإسرائيلي لا يألو جاهدا لتغيير أي معلم في هذه المنطقة التاريخية الإسلامية الحضرية ومعروف عن مدينة الخليل منذ التاريخ أن هذه المنطقة وهذه المدينة هي مدينة عمرها المسلمون وهذه الحقب التاريخية كانت في علمسات واضحة الاحتلال الإسرائيلي يعني في هذه المنطقة يستغول استغوالا كبيرا للاستيلاء على المنازل بكافة الطرق بكافة الوسائل ومن ضمنها تزوير الأوراق وكذلك تهديد بعض المواطنين كل هذا وإغراء البعض الآخر كل هذا يأتي في إطار هي تنفيذ مخطط استيطاني لعين في محيط الحرم الإبراهيمي الشريف والهدف هو كذلك الاستيلاء على قلب مدينة الخليل ودرة تاجها الحرم الإبراهيمي الشريف الذي يجري في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف أصبح ملحوظا لذا العيان الآن يمنع الأذان بشكل سنة وما يقارب 700 وقت البوابات الإلكترونية التضييق على وزارة الأوقاف كذلك بالإدخال الحاجيات اليومية نحن نتابع بمعية معالي وزير الأوقاف ومجلس الوزراء وفخامة الأخ الرئيس ما يجري في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف والبلد القديم أولا بأول أن الانتهاكات والجرائم التي أصبحت يوميا وبشكل ملحوظ وبشكل متتابع ليلا ونهارا هم يعملون كذلك بالليل لا يقلون جهدا للسيطرة على هذه المنطقة كالسارقين يصدقون بالليل ويدمرون بالليل ويعملون بالليل كل هذه الوسائل الآن أصبحت بيد الاحتلال المفتوحة لتأميم كافة وسائل الراحة وكافة وسائل الأمان للمستوطنين على حساب الوجود الفلسطيني وعلى حساب الرواية الفلسطينية الفقسية الصادقة نعم إذن سيد غسان الاحتلال أيضا يصعى إلى تغيير طابع الحرم الإبراهيم الشريف هو أحد المقدسات الإسلامية يهدف إلى تشويه طابع الإسلامي والحضاري أهمية تعزيز صمود المواطنين رغم كافة الحواجز بالمسجد وتعرضهم للتفتيش والتنكيل وأيضا رسالتكم للمواطنين في أهمية التواجد والتوافد إليه في كل وقت وحين في كل صباح فجر الجمعة يدعو عوائل مدينة الخير ونجلة حماية الحرم وكذلك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتأدية الفجر العظيم الذي يأتي إلى الحرم الإبراهيم الشريف آلاف المواطنين وهذه رسالة واضحة لكل العالم أن هذا المكان هو مكان إسلامي ونقصد بذلك البلد القديم في مدينة الخير والحرم الإبراهيم الشريف وتعمار آذان المكانين هو بكل تأكيد رسالة واضحة لكل العالم خاصة أن هذا المكان هو على لئحة اليونسكو منذ 2017 محمي إسلامي خالص لا يشارك الفلسطيني فيهم أي أحد ولا يقبل القسمة على إثنين هناك حملات كذلك نعمل عليها منذ فترة زمنية وتعزيز كافة أيام الأسبوع ومن ضمنها كذلك يوم السبت تحت عنوان نساء في ضيافة إبراهيم كل يوم سبت عائلة جديدة في داخل الحرم الإبراهيمي الشريف هناك كذلك فعليات لإنارة الغار بشكل يومي كذلك هناك فعليات لأقود الزواج في داخل الحرم الإبراهيم الشريف بالإضافة إلى تخصيص وعظات للدروس الدينية في قلب الحرم الإبراهيم الشريف وأروقة وفاحاته ودروس يومية للنساء وكذلك موائض ودروس خاصة للرجال بشكل يومي وكذلك تحفيظ القرآن الكريم كل ذلك يأتي في تعزيز صمود المواطنين في داخل البلد القريمة وكذلك لتعزيز تواجد الفلسطيني وتأكيد على الرواية الفلسطينية الصادقة في إثبات هذا المكان وإعلاء حويته الفلسطينية والإسلامية لكل العالم نعم يعني جهودكم مباركة في حماية الحرم الإبراهيمي من تهويد من قبل قوات الاحتلال مدير الحرم الإبراهيمي شريفا سيد غسان الرجبي أشكرك جزيلا على كافة هذه التفاصيل وهذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر